هنا أسأل سؤال بسيط وأترك المواطن التونسي يجيب عليه هل قامت ثورة في تونس أم لا؟ إن كان الجواب بنعم قامت ثورة في تونس إن كان الجواب بنعم هناك دماء شهداء سكبت على هذه الأرض الطاهرة فسؤالي التالي هو ضد من قامت هذه الثورة؟ قامت هذه الثورة فقط ضد ابن علي رأسا للنظام أم قامت ضد نظام هجر هذا الشعب وفقره طيلة عقود وعقود طبيعة الحال قامت الثورة ضد هذا النظام الذي همش وفقر وسرق ونهب وقتل واستبدأ وقامع لكن هنا أنتم سمحني أنتم السياسيين هنا ما كنتوش أمنا على الثورة هذه معنى إذا كانت وقبلنا بمنطقة أنها ثورة بالمعنى التي تحكي عليه أنت أنتم مسؤولون أمام من؟ أمام هؤلاء الذين انتظروا منكم الكثير فشنو يتحقق؟ جل الحكومة جل السياسيين جل الحزاب السياسية الأغلبية الساحقة منها نعم لم تكن أمينة على هذه الثورة ولم تكن أمينة على هذه الدماء نحن حاولنا ونقول أننا نجحنا إلى حد ما في أن نكون بالفعل أمنا في أننا لم ننخرط في هذه الحكومات التي تعاقبت والتي مثلت خيانة وطعنة في ظهر الثورة التونسية لم نتوانى لحظة داخل المجلس الوطن التاسيسي على عقد صفقات لم نعلي المصلحة الحزبية لم نعلي المصلحة الانتخابية ونحاول أن نكون ضمير هذه الثورة قد تكون لنا من الوسائل القليل ولكن على الأقل نحن نجتهد ومن اجتهد وأصابه فله أجر